السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبدأ ليلة الإسراء والمعراج من مغرب يوم الأحد 27 فبراير حتى فاجئة الاثنين 28 فبراير ليلة غسلت في أحزان الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن اللهم كما جعلتها ليلة دخول الفرح والسرور على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم بعد أن طال حزنه فاجعلها ليلة فرح وسرور على أمته ويجعلها نهاية لكل حزن وألم ويسكن قلوبنا وبداية لقبر خواترنا بعد طول انتظار يا رب العالمين شق صدره صلى الله عليه وسلم فتبدأ ليلة الإسراء والمعراج كما في صحيحة البخاري شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم تهيئة لجسد البشر لهذه المعجزة العظيمة وتسخيل الله عز وجل البراق للنبي صلى الله عليه وسلم واستكبار الأنبياء له صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى وصلاته بيوم إماما ونهر الكوصل فعن أنس رضي الله عنه قال لما معرك بالنبي صلى الله عليه وسلم من السماء قال أتيت على نار عفته فبابا لقلق مجوفا فكرت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوصل طب رحلة الإسراء والمعراج دروس عميقة وخفية مهما بحث الإنسان وتعمق فيها فلن يستطيع أن يدقها جميعها ولكن الغريب أن في كل عام يرتقي وعيك وتدرك معنى جديد من وراء هذه المعجزة الإلهية فهذا العام أشعر أن الله يعلمني بأنها مهما ضاقت عليك الدنيا وشعرت أن أبوابها أغلقت وحاولت أن تنجي إلى جميع العباد وإلى الطرق عديدة لعلاج أماضك أو حل مشاكلك أو مهما قتيت من علم أو معرفة لتحل ما تمر به ولم تستطيع فقد يؤتيك الله معجزة من السماء فلا يستطيع أي عكل بشر إدراكه ويتخفق كل العلوم والأسليب العلمية والمنطقية في تفسيره ولا تعلم كيف حدثت ولا ماذا حدثت لإعلمك الله مدى عظمه والخالق ومدى قدرته وجلاله مكانته ليوزلك بالشيء يفوق خيالك كل توقعاتك ليعرفك مقدار جلاله وعظمته ومقدارك فمعجزات الله هي أحدى الدلائل على عظمة وجوده وجمال رحمته وحبه والخالق والسلام عليكم ورحمة الله